اوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم يا شباب كيفكم ما أخباركم إن شاء الله بخير طيبين طبعا مقطعنا اليوم على ملاحظات الابديت اللي حييجي لأيبكس ليجندس أو لنزل لأيبكس ليجندس للسيزن الثالث بهذا المقطع سيكون كل شي موجود كل المعلومات اللي بدك إياها بتكون موجودة بهذا المقطع إن شاء الله أول شي قبل ما بلش المقطع لو موشتركين بالقناة أهلا وسهلا فيكم ياريت تشتركوا بالقناة وتضغطوا على اللايك والتنبيهات عشان يصلكم كل شي جديد ونحنا يوميا منساوي بث تقريبا أربع خمس ساعات أو ست ساعات نلعب ايبكس ليجندس مع المجتمع ومنساوي رمات خاصة الروابط موجودة في الوصف أعم بساوي بث على اليوتيوب وعلى تويتش فياريت تشتركوا ونشوفكم إن شاء الله يوميا خلال البث طبعا إحنا مبارح فتنا وجربنا الخريطة خريطة حافة العالم أو كابيتل وورد ايج بالرومات الخاصة اللي عنا هي الخريطة إن شاء الله بتنزل يوم 18 شهر الكل اللي بقدر يلعب فيها ويجربها أو تفوتوا معنا بالرومات يوميا عم نساوي الرومات فتنا جربناها والخريطة صراحة يعني نار وشغلات كتير حتكون مغيرة بهذا التحديث أول شي مبلش بالشخصية الجديدة طبعا الشخصية الجديدة اللي حتنزل هي شخصية اش اول شي منبلش بالباسف تبعيت اش يلي اسمه ماركت فور ديث طبعا اش الماب تبعيته أو الخريطة تبعيته بتطلع كل اللوكيشن تبعيت الديث بوكسز الى الاشخاص اللي انقتلوا ريسنتلي أو جديد وبتسوي متل مارك أو سبوت للعالم اللي بعد ما ماتوا من نفس التيم التكتيكل طبعا التكتيكل اسمها ارك سنير هي مثل الارك ستار بترميها اش ومثل التراب يعني اول شخص بيجي جنبها او اذا اجت على شخص طبعا الشخص بيوقف حركته بتبطأ وما بقدر يمشي وبيصر له دمج معين اما الالتميت تبعيتها الالت اسمه فايز بريش اللي هو بوابة بتفتحها هي بس طريق واحد مش طريقين يعني بتقدر تروح وترجع منها طريق واحد بتفتحها لمكان معين ومسافة معينة وطبعا مثل اي لجنز تاني بيكون في عندها بير كات معينة وممكن نخبركم عنهم عن طريق البث او مقطع تاني جديد غير هذا المقطع وطاني الشي بنزل باللعبة هو سيجنتشار ويبن تبعيت فايز اللي هو اسمه كونستيليشن هو هذا مثل اليرلوم بنسميه بأيبكس بالعادة وهذا طبعا هو سيكون مجاني اللاعبين بقدروا يفتحوه بس عن طريق فعاليات او او افنت معينة خلال هاي الافنت اللي يلعبوه بيعطوهم بطايا اسمه مثل اسمها ميريتيز خلال هاي البطايا بيقدروا يفتحو اليرلوم تبعيته او عن طريق بطايا تاني اسمها سيجنتشار تربوتيز هاي طبعا انت بتقدر تشتريها بالكوينز بالكوينز اللي معك ويكون لهذا السلاح او لهذا اليرلوم اناميشن معينة والوان معينة بتقدر انت تتغيرها اما الافنت اللي حتنزل خلال هذا الموسم اول واحدة اسمها سيكند شوت بليدز طبعا هاي عبارة عن باتل رويال ولو احدا مات بيقدر يسوي ريسبون لحاله بيرجع بينزل بالجيم وتاني افنت بعدها هتكون الافنت تبعيته الهالوين طبعا الهالوين هتكون على الخريطين كينغ سكانيون وورد ايج وحيكون فيها كوزماتيكس وسكنات وشغلات كثيرة بيقدر انت تشتريها والافنت الثالث هيكون اسمه فونكشن مشن هي عبارة عن مثل ثلاث اتيام موجودين في ايبكس وطبعا وتساويت لونة تشالينجز بيعطوك الكرنسي تبعية السيزن حتى انت تقدر تشتري فيها اشياء من انتقل للخرايط انه اضافوا خريطة وورد ايج على اللعبة هنا سيكون فيها خريطين خريطة كينغ سكانيون وخريطة الورد ايج وحتصير تبدل خريطة كل ساعة طبعا على طورين اللي هو طور الباتل رويال وعلى طور الراك بخريطة كينغ سكانيون فيه كمان نيوتاون تيك اوفر هتكون هاي تبعية الفايتات كوليزيوم اسمها وبهاي حلبة المصارعة طبعا وتدخل عليها بتقدر تنزل عليها دايريكت من الطيارة او بتقدر تطلع عليها عن طريق الزيب لاين ودخل على الخريطة بيكون فيه لعبين طبعا بصير فيه وكل اللوبي بيعرف انه فيه عالم بقلب الفايت او بقلب حلبة المصارعة وطبعا انت كل ما تقتل احد كل ما بزيد اللوت تبعيتك وبيكون التير تبعيته احسن واكيد كالعادة هيكون فيه التيم ديسماتش والغن جيم كمان على الماب الورتيشن يلي هي بالتيرمال ستيشن والارتلري والفايتس بلوك وحيكون فيه كمان باتل باس جديد سكنات جديدة واشياء جديدة وانيميشن وكاردز جديدة طبعا الباتل باس متل كل موسم حيكون ميت لفل وبدك تلفل حتى تفتح الاشياء هادلون فيه الباتل باس العادي وفيه الباتل باس بلس اما التحديث على الرانك طبعا الرانك هلا بسيزن ثلاثة حيفعلوا فيه البركات تبعيت اللجنز وطبعا هاي البركات ستكون مفاعلة وحيشوفوا الفيدباك تبعيت البلايرز او اللاعبين وحسب الفيدباك يعني بيخلوها او بيعدلوا عليها وهي كمان النقاط الانتري تبعيت كل الرانك الارون البرونز السيلفر الجولد البلاتينيوم الدايموند الماستر والبريديتور لكل فئة يعني من خمسة أربعة ثلاثة واثنين وواحد هذا هو الجدول ولكل الرانك بتوصلوا بيكون فيه جوائز ابتداء من البرونز للبرديتور طبعا جوائز ستكون سكنات فريمات والتيل او النزلات تبعيت الريجنز من انتقل على الاسلحة اول شي غيروا بالايردروب الاسلحة الموجودة هلأ حاليا هيصير في البرولر ويصير في الالستار شعلوا منه الايفا ايت والديفوجين لدون الاسلحة اللي ارادش شعلواها الاسلحة الذهبية اللي بتكون موجودة الخريطة الفولي كيتل سيكون الرامبيج طبعا اسلاح الجديد ستجد على السيزن الثالث والر301 ستجد على اسلاح ذهبي فولت اسمج والسنتينل والر اي 45 يعني شعلوا الهافوك البرولر وطبعا فيه تعديلات على الاسلحة مثل الديفوجين المجي يعني الى الدماج تبعيته من 17 سهو 16 والمجازين او المخزن صار يسع حسب الانتحاطة بيضة او زرقة حسب الليفل تبعيت المخزن اللي عندك ستكون 40 44 48 52 بالنسبة لل ايفا ايت كمان الدماج تبعيته المخزن الليلة من السبعة صارت الى ستة المخزن اللي ستار المجي كمان من 18 للتساطعش لانه دخل على الدروب كتروا الدماج تبعيته والاوفرهيت تبعيته وصلت الى 34 والأمو اللي بيكون فيه موجود ساولى عدل عليها حيث ان تكون 320 حتى البرولر كمان الأمو تبعيته في الدروب سيكون فيه معك 300 طلقة الـ RE45 هلأ كان فيك تحط عليه الهامر بوينت القطعة فيك تحط عليها قطعة اسمها هامر بوينت طبعا هاي بتساويلك انكريز للشيلد وستدرب الشيلد لأي شخص تاني ترتفع من 12 بتصير 16 دماج تبعيته والقطعة الاسمه هاي كلها شالوه من الخريطة من الماب من البتل رويل من الارض يعني وحتى موفد حطوها بالبراولر اللي هو حيكون بالايردروب وتاني شي اذا انت حاندك الشيلد رقم 4 او الليفل 4 انت عندك شيلد رقم 4 وانت تشحن السنتينل تبعيتك السنايبر بتصير تحتاج بس لبطارية واحدة بننتقل للليجنت اول واحد بلاد هونت التكتيكال تبعيته غيروا الوقت تبعيته من ثانيتين لثانية ونص والالت تبعيته لما انت تستعمل الالت بتصير حركتك اسرع يعني نزلوه من ثانية ل 0.75 ثانية والالتيميت تبعيته كمان غيروا الوقت تبعيته من ثانية ونص لثانية واخر تعديل كان على فايت بحيث انه غيروا الوقت تبعيته لانتظار تبعيت خيط من 20 ثانية سوى 25 ثانية للتكتيكال تبعيته وفيه كمان تعديلات على البركات تبعيت الشخصيات كلهم موجودين راح اضعكم الرابط تحت في الوصف لو حابين تعرفوا شو التعديلات اللي صارت على البركات ننتقل لأهم التعديلات اللي صارت اول شي على الكلب طبعا غيروا التشات سيستم تبعيت الكلب والهيستوري تبعيت الميسجز ثاني شي صار فيك تساوي support in-game support دايركت اللي بدر تتواصل معهم وعى الgame play كمان غيروا شي كتير على الgame play مننا jump firing الي هي spam jump العالم تلاقيه مثل الارانب بتنط هي عم تضرب كمان هي عدلوا عليها وكمان كان فيه لاعبين الكنترولر بحيث انه ساوي optimization كامل للاعبين الكنترولر على الكنترولر بشكل عام وعدلوا على اشيه كتيره مثل skydiving يعني مثل نزول النزلة تبعية الشخصيات وتصرت انت يعني تحس فيها النزلة وعدلوا على لو كنت انت اخذ lifeline وعمت صحي حدا كان فيه احيانا مشاكل وتت cancel ما كان ي cancel في الكنترولر كمان هي عدلوا عليها والتعديلات المهمة على legends كمان القليجات اللي كانت موجودة اول شي جبرالتر كمان كان فيه عنده مشكلة بصير lag لما تستعمل دومشيلد تبعيته وعندك كمان على جبرالتر نفسه الاركستار احيانا كانت تمرؤ من الدومشيلد تبعيته كمان هي عدلوا عليها وعدلوا على لوبة القليج تبعيت لوبة كمان هلأ شعلوه من الخليطة ان شاء الله يعني معك نشوف اي واحد اخذ لوبة وفايت بقلب الحجر وكمان عدلوا على الهيتشيلد على الدرون تبعيت كريبتو ما عد فيك تحطها الهيتشيلد عليه وعلى كوستيك عدلوا الغاز تبعيته احيانا والترمي احيانا بيكون انفيزبل مش مبين لمدة ثواني كمان هي عدلوها وشالوه والشي تاني على كوستيك احيانا البارلس تبعيته او الاناني الغاز لما يرميها بتكون مش مبينة انفيزبل كمان هي مش هتلاقي ايه اني مور في الخريطة الغاز تبعيته احيانا وتيرمي الالت تبعيته بيضل الصوت موجود لاخر اللعبة حتى لما الالت تنتهي بيضل الصوت معلق وموجود كمان هي شالوه وبلودهانت كان في عنده مشاكل بالالتمايت وتستعمل التكتيكال تبعيته كمان هي يغيروه وعدلو عليها وفي كمان تعديلات تانية بسيطة كمان فيكم نشوفوه من الرابط من تحت في الدسكريبشن حاطت لكم الرابط الباتش نوت كله موجود بالدسكريبشن هاي وهيك بيكون انتهينا تقريبا من كلشي نزل بالسيزون الثالث والتحديث هذا وهلا يا شباب معلش تاخيرنا عليكم المقطع تقريبا 12 دقيقة المهم يا شباب ان شاء الله يكون المقطع فاتكن واستفدتوا وعرفتوا كلشي نزل بالسيزون الثالث لا تنسوا الاشتراك واللايك بالقناة وطبعا سيرفر ديسكورد موجود في الوصف وشكرا كتير على المتابعة ونشوفكم ان شاء الله بالبث غدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته